السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصدقائي في فيديو جديد من قناة دروس انجلش ان شاء الله النهاردة نشتغل معاكم منها كناكت فايف الصف الخامس الابتدائي بترمتيني من كتاب استبقه بدأنا في يونتين وان شاء الله النهاردة هناخد لسن فور بعنوان جابي لارنز لسن يعني ايه يعني جابي بيتعلم درس جابي ده عندنا في الستوري عبارة عن الجمل الجابي الحيوان جمل بيتعلم درس تعالوا نشوف الفريزيس اللي معنا دي ساكسووبيينز ساكسوبيينز يعني اكياس الحبوب ساكس يعني اكياس اللي كياس دي فيها حبوب ترند Luft ترند Left ترند Left بيلف ايه يصار سترينج لوكينج بارد سترينج لوكينج بارد يعني طائر غريب طائر شكله غريب يعني مخلوق شكله مضحك يعني يقول الحقيقة يعني يطلب المساعدة يسلي الناس يعني مظلم أو بلاقت الدنيا تدخل في الظلام فوق الأرض حتى لو عندنا هنا بعض الفوكابلوري الإضافية يعني قروي برانش برانش فرع شجرة برانش آيبس آيبس أبو منجل طائر أبو منجل آيبس جربو لواء اليربوع جربو anyway على أي حال anyway lost lost تائه فالش فالش أحمق enormous يعني ضخم أو هائل rudely rudely بوقاحة محد يكلم حد كده بطريقة وقاحة rudely unkindly 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 يعني بشكل قاسي unkindly عندنا هنا جزء pronunciation بيورينا الكلمات اللي اللي نهايتها بتتنطق بنفس الصوت زي هنا عندنا بيقول لنا the same sound and sometimes spelled in different ways يعني ممكن ننطق نفس الصوت بس بحروف مختلفة تعالوا نشوف زي ايه go show grow blow root أو 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 أوكي هنا عندنا بيقول لنا write time right pike أوكي 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 عندنا جزء ماس بيقول لنا يعني إجابة تقربية يعني ما بيكونش الرقم بالزبط بيبقى إجابة تقربية يعني ما سمن يعني الجنيه المصري يعني إجابة دقيقة يعني الرقم بالزبط يعني تخمين for example على سبيل المثال حوالي أو تقريبا بنفس المعنى كلهم بمعنى واحد طيب هنا بيقول لنا يعني الإجابات التقربية بيقول لنا ما بيكونش إجابة إيه دقيقة it's a good guess هو تخمين جيد for example على سبيل المثال if you add 12 and 17 you know the answer is close to 30 يعني مثلا لو قلنا 12 plus 17 أنت ممكن تخمين كده أنهما قريبين من 30 you know it doesn't close to 60 أكيد مش هتفكر أنهما قريبين من كام من 60 لا الإجابة التقربية بتاعتك هتكون فعلا you can say it's around آه ممكن بقى هتقول إيه it's around يعني إيه حوالي أو تقريبا it's about it's close to it's near أي حاجة من دول وتقول إيه الإجابة التقربية بتاعتك اللي هي estimated answers هنا بيقول لنا how much well 10 lemons and a kilo of grapes be please هنا بتقول له الست بتسأله بتقول له من فضلك آه لو أنا خدت مثلا 10 كيلو لمون وكيلو عناب هيكون سعرهم كام الراجل طبعا قال لها they will be around 50 pounds 50 Egyptian pounds هيكونوا بحوالي 50 جنيه يعني هما مش بخمسين جنيه بالضبط بس في الحوالي دي تعالوا بقى هنا نقرأ القصة بتاعت جابي لرنز ألاسون يعني جابي بيتعلم درسا نقرأ كده البراجراف الأولاني ده بيقول لنا هنا one day في يوم ما كان فيه راجل قروي كده عايز يبيع الفول بتاعه في السوق بيقول له ولكن هو ما يقدرش ان هو ايه يمشي مسافات طويلة او يمشي بعيد هس كامل جابي يبقى جابي هنا هو الجمل سد قال give me the sacks of beans اعطيني اكياس الفول i will take them to the market for you انا اخدهم ايه مكانك ايه للسوق يبقى هم له جابي قال له جابي وقد لأ جابي وقد along the road جابي مشى على الطريق he turned left and then right and then left again مشى ايه شمال وبعدين اخد اليمين وبعدين مشى شمال تاني soon جابي didn't soon جابي didn't recognize the road جابي ما قدرش ايه recognize يعني يتعرف على الطريق نبدأ من اول البراجرافي الجديد من اول are you are you lost could an aibis الايبس ده الحيواني الغريب ده بيقول له ايه are you lost انت تاية جابي قال له ايه جابي had never seen such a strange looking bird جابي ما شفش حيوان او طائر شكله غريب زي ده قبل كده no i'm not lost لا انا مش تاية pretended جابي جابي didn't know that the aibis could fly a hype of the land and tell him the way جابي ما كانش عارف ان الايبس ده ممكن ان هو يطير فوق ويشوف ايه الطريق ويقول له عليه او يقول له على ايه المكان بتاع السوق هنبدأ من اول no i'm not no i'm not لا sorry احنا انا توهت منكم اه جابي saw a snake من اول جابي saw a snake اه شاف ايه شاف سنيك اللي هو الثعبان watching him from the branches of a tree شافوا من ايه على فرع ايه شجرة كده او غصن من الشجرة you look lost بيقول له انت شكلك ضايع said the snake اللي سناك بيقول له انت شكلك ضايع قال له no i'm not انا مش ضايع اه against he wasn't telling that truth طبعا هو ما بيقولش الحقيقة anyway even if i was you can't help you haven't even got legs على اي حال انت اصلا ما تعرفش ايه تساعدني ده انت ما عندك شرقلين he said unkindly طبعا قالها بطريقة unkindly بطريقة مش كويسة جابي didn't know that the snake went to the market every day to entertain the crowd جابي ما هوش عارف ان الجمل بيروح للناس كل يوم في السوق علشان ايه علشان يرفع على الناس اللي في السوق entertain the crowds اللي هي الجموع او الناس اللي في السوق اخر سطر هنا بيقول لنا it began to get dark اه بدأ الليل بدأ يدخل علينا الدنيا بدأ التضلم جابي saw a little animal on the road in front of him جابي شاف حيوان صغير على الطريق قدامه in front of him قدامه قال ايه بقى قال what a funny looking creature look at those enormous ears he sought to himself طبعا بيتكلم طبعا بطريقة مش كويسة بيقول له ايه بيقول له انت مخلوق مضحك لك ودنتين ايه كبار قوي هنا بيقول له hello said the gerbu اليربوع بيقول له hello do you need any help انت محتاج اي مساعدة قال له no i don't replied gabi rudely بيتكلم بوقاحة كده بيقول له لا مش عايز مساعدة gabi didn't know that the gerbu could hear the sounds of the market traders gabi ما هوش عارف ان اليربوع ده يقدر يسمع اصوات التجار اللي في السوم okay good night then called the gerbu اليربوع قال له ايه ماشي تصبح على خير soon it was completely dark اه الدنيا بقى ضلمت ضلمت كانت الاول هتبدأ تدخل في الظلام دلوقتي الدنيا ضلمت تماما and gabi understood he needed the animal's help وجابي قدر يفهم ان هو محتاج مساعدة الحيوانات he knows he was foolish وعرف ان هو احمق and he was sorry وحس بالندم او بالاسف he decided to go to sleep وقرر ان هو يروح ينام and to apologize and ask for their help the next day ويعتذلهم ويطلب منهم ايه انهما يساعدوا في اليوم التالي او ايه بكرة اوكي ودي كان القصة الجابي طبعا لو جاب لنا القصة وقال لنا تتعلم ايه المoral of the story المoral of the story او العزة بتاعت الستوري بتاعتنا asking for helping is god asking for helping is god exercise on lesson 4 هنا بيقول لنا a villager wanted to القروي كان عايز يعمل ايه كان عايز يبيع البنز بتاعته في الماركت ibs could fly high يقدر ان هو ايه يطير فوق above the land twenty one and seventy three is a twenty one and seventy three is a close to one hundred do you need any help do you need any help لو انت مش محتاج مساعدة هتقول له no thank you he decided to ask he decided to ask for help the next time next time exercise number two read the story again and complete the sentence number one at the start في البداية gabby offered to dot the villager to help the villager عرض المساعدة على الكروي the ipace could help because he could fly over the land the dot could help because he wanted to the market every day he went to the market من اللي بيروح للماركت كل يوم قولنا لسناك number four the jerbou could help because he could hear very well بيقدر يسمع اصوات الطقار وهم في الماركت في السوم exercise number three write the word isn't the correct place in the table او بو 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 او ميك اي جو او باي 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 هنا عندنا بوي تنفع اي تاني نفس النط انجو تاني كوين يبقى هنا عندنا بوي نجوي كوين طيب ميك اي تش اي عندنا بيك عندنا لسه في ايت اه تمام طيب جو عندنا ايه جو عندنا بلو عندنا بلو روت عندنا جرو وشو طيب طيب بات هنا عندنا بايت رايت نفس النط رايت تايم عندنا باي عندنا رايت اوكي تمام عايزين اجابة تقريبية تقريبية 34 plus 47 ايه اكتر اجابة تقريبية ليهم هي الاتي 77 plus 120 هه 200 ايه 338 338 plus 336 هتبعي 680 1050 plus 50 plus 104 حوالي اكتر 100 1200 او الفومتين ايه نمبر 5 17 plus 39 plus 44 plus 300 408 حوالي ايه 500 لا 400 ايه الاسمتين نمبر انسر هي 400 ايه اكتر نمبر 5 سركل زا اود وان اوت الكلمة المختلفة انطلاعها برا رايت ايت تايم باي كلهم را تا باي لكن ايت هي اللي ايه هي بايه تنا غلط make age pillow pick pillow bite enjoy coin point ها bite go بايه لان انتتوا اتون امت بايه اخوان اصر امت اصر امت امت اصر امت امت اصر امت دو که انتوا امت دو امت 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 number six he decided to go to sleep he decided to go to sleep number seven you shouldn't talk to strangers you shouldn't talk to strangers number eight asking for help is good ودي كانت المورال بتاعت او العذاب بتاعت وكده يكون اللي سنخلص لو عقبكم الفيديو ما تنسوش تدعم الفيديو بلايك ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد